موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام و أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع الناس أولى فقرتنا الحقيقة هي فقرة إخبارية هنبدأها بخبر مهم من وكالة الفضاء المصرية التي أعلنت عن إطلاق الأمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة تيو تشان بمدينة تيكوان الصينية أمس الاثنين ده ضمن اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين وكالة الفضاء المصرية أكدت أن القمر الصناعي مصر سات 2 هيخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة عبر استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها على سبيل المثال الحصر الزراعة واستكشاف الثروات المعدنية وكمان تحديد مصادر المياه السطحية ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وكمان تعزيز دور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط ويمددها بالبيانات الفضائية وكالة الفضاء المصرية أكدت أيضا أن فريق من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصليح القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء الوكالة أكدت كمان أنه تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية اللي بيعتبر الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين طيب هل عند دكتور علاء النهري نائب رئيس المكتب الإقليمي العلوم الفضاء بالأمم المتحدة هنروح له علشان نعرف بعض التفاصيل وأهمية هذا الإطلاق دكتور علاء مساء خير يا فن مساء خير يا فن يعني كيف تقيم هذه الخطوة وهذه النقلة المهمة لمصر في مجال الفضاء طبعا نحن عايزين نقيمها من زاوية مهمة جدا اللي دي حضرتك شراكة استراتيجية بدل مراعقات صناعية ودي عملها سياد الرئيس لفتاح السيدي في سنة 2014 تحول التعاون السنائي لشراكة السيادة فده نتيجة انه هو ليستقل قوي جدا دوليا طبعا نحن عادينا سيادته مهتمي جدا بالأمار التفاصيل والفضاء لانه يعلم تماما ايه اهمية الأمر التفاصيل لمصر فحضرتك هلما نتكلم معنا للفضوة دي أهم الشيء في الفضوة اللي أنا شاهدها اللي هي بالضبط عملية توطين التكنولوجيا صحيح والأولاد بتوعنا يصنعوا بأيديهم ويشاركوا في التجنية ويشاركوا في التكامل والاختبارات لازم يشاركوا أولادنا في هذا الموضوع وبالتالي توطين التكنولوجيا في الفضاء ده من الشيء المهمة جدا جدا اللي تمت بجانب طبعا ان الأمر ليه أشياء كتيرة جدا مهمة يعني النهاردة المابريكات بنقول استخدامته في الزراعة النهاردة الزراعة يعني مغرد نعرف التركيب المحصول فبنقدر نتنبأ بالمحصيل اللي هي في نهاية الفيزون وبش كده وبس نقدر نتعرف على أراضي جديدة بقدر يساعدنا في عملية التروى المعبنية والمية السطحية اللي هي موجودة لأن ده طبعا مش أمر راداري ده أمر بيعتمد على التصوير الكارو مغناطيسي أو بالعباسات تمام وطبعا أمن القومي بجد كده المحاوة للإرهاب وبرضو استعادة على أرض الزراعة يعني بيفيد جميع مناح الحياة زي ما بنقول مناح الحياة سيومات بجانب أنه هو طبعا أنه أنه تتدرب إنتا الدول المفرسية على سواء البيانات الأمر الاصطناعية أو بيانات الفضائية الملعب أو حتى تدريبهم على التجميع والاختبارات عندنا في أكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط فالأمر يعني نقلة نوعية كثيرة جدا ومصر زي ما بتتعلي هذا الكلام وزي ما قلت الحضرات مرة تانية أن هذا التاج في السياسات الحكيمة لسيد الرئيس وخصصة الدولية وإعلاقاته بالدول الأجدبي والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النهري النائب رئيس المكتب الفني للفضاء بالأمم المتحدة على هذه المداخلة إضافية تعليقا على إطلاق القمر الصناعي مصرسات اتنين هنروح لخبر آخر من وزارة السياحة والأثار اللي أطلقت موقع إلكتروني جديد خاص بالحج بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الموقع الجديد الحياة بيهدف إلى دعم جهود القطاع السياحي لمحاربة عمل السمصرة والوسطاء في رحلات الحج منعا لعملية النصب على المواطنين أو تعرضه بالخطر وكمان ضياع حقوقهم وأكدت غرفة شركات السياحة أن الموقع الجديد بيضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام ويمكن لكل مواطن الدخول إلى الموقع لتحقيق هدفين رئيسيين الأول لو المواطن اختار شركة بعينها للتقدم الحج السياحي من خلالها يمكن الدخول إلى الموقع الجديد والتأكد من وجود هذه الشركة ضمن الشركات المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام وإذا لم يحدد أو يجد الشركة التي سيتقدم من خلالها للحج السياحي يمكن الدخول إلى الموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمنطقة سكنه على مستوى الجمهورية وبالتالي يجري مفضلة بين أكثر من شركة على المستوى اللي يرغب فيه أداء الحج السياحي بيه سواء كان خمس نجوم متميز أو اقتصادي أو بري وده شيء مهم جدا الحقيقي طيب آخر خبر في فقتنا قبل من نروح لموضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة زي ما قلنا لحضراتكم هو منهج الإسلام في علاج الخلافات الزوجية أو الثقافة الزوجية الغائبة الخبر اللي عندنا هو خبر مهم ويهم كل بيت مصري الحقيقة لأنه بيعرض ليه جهود جهاز حماية المستهلك اللي بيواصل الحقيقة شن حملاته الرقابية المكبرة والموسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أيضا أي ممارسات ضرة أو غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزد من السعر وكمان حجب السلع عن التداول ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف أو مستغل الحملات اللي بيجيها الجهاز بتأتي استمرارا لجهود ضبط المخالفين من محتكري السلع وكمان منع الغش بكافة صوره وضمانا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وأكد الجهاز مواصلة الحملات الرقابية بمختلف محافظات الجمهورية وكذا إحالة المخالفين للنيابة العامة وطلب جهاز حماية المستهلك التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المعلنة وأكد تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة وحزم كما ناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال خط الساخن للجهاز اللي حضرتكم كلكو أصبحتوا عارفين أرقامه 19-5-8-8 ده خط ساخن أو عبر خاصية الواتس آب اللي موجودة معنا أيضا على الشاشة 0-15 4-7-4-9 زي ما بنقول دايما المواطن له دور في الحفاظ على أمن وعلى سلامته الشخصية والأمن هنا مش المقصود ببس الأمن الجسدي لا كمان الأمن الغذائي وترشيد الاستهلاك نسأل الله دائما السلامة والخير لبلدنا العزيز خلونا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم نتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم ويخص كل بيت إزاي نخلي بيوتنا مليئة بالمودة والحب والرحمة والسكينة مع ضيفنا دكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر مرحبا حضراتكم مجددا مشاهدين الكرام وزي ما وعدنا حضراتكم قبل الفاصل إن احنا هنتكلم عن واحد من أهم الموضوعات الحياتية لأن الحنيف وضع حل لكل المشكلات أيا كان حجمها أو نوعها ونبينا المصطفى صلى الله وسلامه عليه قال في حديث شريف تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي من ضمن المشكلات الحياة اللي الدين الإسلامي لم يتجاهلها ووضع ليها حلول كثيرة هي المشكلات اللي بتقع بين الزوجين واللي هي بالمناسبة موجودة في معظم البيوت بس معظم هذه المشكلات ممكن تعدي بالتفاهم والتسامح وكمان التغافل زي ما علمنا دينا الإسلامي الحنيف من أجل استمرارية الحياة وبتكون البيوت في هذا التوقيت مليئة بالمودة والرحمة والاستقرار إذن عن منهج الإسلام في معالجة المشكلات الزوجية أو الثقافة الزوجية الغائبة يساعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم وعلمنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر الذي نسعد به دوما كل ثلاثاء برحمة فضلتك يا مولانا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا أشكرك على تربية الدعوة ووجودك معنا دايما يعني أهلا بحضلك فأنا ربنا بارك فيك خلينا في البداية دكتور ربيع لو أذنتني أسأل فضلتك عن الأسس اللي مفترض تقوم عليها العلاقة الزوجية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بأحسان إلى يوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين وبعد في الحقيقة أن العلاقة الزوجية هي أقدس علاقة إنسانية في الوجود ولذلك الإسلام لم يهتم بعلاقة مثل ما اهتم بهذه العلاقة اهتم بها حتى قبل أن تنشأ وضع هناك ضوابط معايير للاختيار بين الطرفين حتى يكون البناء قويا فلا بد أن تكون هناك أسس قوية ربنا سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بهذه العلاقة يعني جعلها منه من مننه العظمى على الإنسان فذكرها سبحانه وتعالى في القرآن بعد نعمة الخلق والإيجاد مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يعني ومن نعمه عليكم ومن دلائل قدرته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون يبهذا نعمة الخلق في البداية ومن آياته أي من نعمه أيضا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن أنفسكم يعني من جنسكم جعل زوجة الإنسان من جنسه علشان إمكانية التكيف والتفاهم والتعاون عشان تحصل الصورة الجميلة اللي لا يمكن يكون هناك بلاغة في روعتها تصورها كما صورتها بلاغة القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم صحيح فخلق زوجة الإنسان من جنسه وده حقيقة مش مبالغة أو مجاز فعلا حواء أم البشرية مخلوقة من ضلع سيدنا آدم عليه السلام أب البشرية من أنفسكم أزواجا علشان إيه علشان تحقيق ثلاث أهداف وغايات عليا لتسكنوا إليها السكينة السكينة وجعل بينكم مودة المودة ورحمة الرحمة ده الدعائم الثلاثة للحياة الزوجية اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج علشانه وربنا سبحانه وتعالى جعل دي نعيم الدنيا يعني فيه آية بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ابن عباس رضي الله عنه في التفسير بيقول أن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالح هذه العلاقة التي هي بداية سعادة الإنسان أو شقاءه بداية سعادة أو شقاء للإنسان تبدأ من هنا علشان كده حضرتك أستشريف أحد الأمراء مرة بيسأل رعيته بيقول لهم من أسعد الناس بالحياة قالوا لهم أنت أيها الأمير قالوا لهم أنا فأينما أقاسي من الإمارة ومشاكل الناس ومطالب الخليفة قالوا لهم إذن فالخليفة أسعد الناس قالوا لهم فأينما يقاسي من الناس وغارات الأعداء ومشاكل البلاد قالوا إذن فمن أسعد الناس بالحياة قال أسعد الناس بالحياة رجل وامرأة رجل وامرأة أحبته وأحبها ورضيت به ورضي بها يعيشان في كوخ بعيد لا يعرفان الوالي ولا يعرفهم الوالي هذه الزيجة الهادئة الأسرة الهانئة اللي صورها أحد الشعراء لما قال فزوجة المرء عون يستعين به على الحياة ونور في دياجيها مسلات فكرته إن بات في كدر مدت له مواسية أياديها في الحزن فرحته تحن فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الأمر تدبيرا ينجيها تعامل الزوج في أحوال عسرته وفي اليسار بما في النفس يشفيها والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يحييها وزوجها ملك والدار مملكة الصف والسعد يجري في نواحيها هذه القرينة هذه من تحن لها نفس الأبي ولكن أين نلفيها أين نجدها هذه الجنة أو القطعة من الجنة كما يصورها هذا البيان البليغ الرائع ده اللي سيادتك أشرت إليها إن الإسلام جعل لها ضوابط وجعل لها معايير وأسس كيف نصل إلى هذه الصورة وإذا حدست مشكلة من المشكلات ولا بد أن تحصل ليس هناك بيت على ظهر الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الدنيا لقام الساعة لم تحدث في مشكلات زوجية حتى بيوت الأنبياء حتى بيوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشرف الخلق والذي جاءنا بهذا الشرعة وعلم البشرية كلها كيف تكون نموذجية الحياة هو السؤال يا مولانا كيف عالج الإسلام المشكلات الزوجية نعم يعني الإطار العام فضلتك نذكر بي أيضا إحنا عندنا يا سيد الشريف لماذا أو من أين تنشأ مشكلات الحياة أيوة عايزين إحنا بنقول ما الدواء يبقى إحنا بنقول الأول ما أسباب هذا الداء هلائي رقم واحد الاختيار السيء أن إحنا مركزناش في قضية الاختيار طبعا كلها أقدر ربنا سبحانه وتعالى ولا يجري إلا في قدره إلا ما يريد لكن إحنا بنقول إن الإسلام وضع لنا منظومة من المعايير أنا بختار على أساسها كنعمل الأخذ بالأسباب تنكح المرأة الأربع سيدنا النبي بيحكي واقع في حياة الناس إيه هو الواقع ده إن الناس بتتزوج بهذا الترتيب لما لها وجمالها وحسبها وفي الآخر خالص ودينها طب إحنا نعمل يا رسول الله عشان نبقى صح الفضفر بذات الدين تربت يداك وبعدين يجي في حديث تاني بقى صلى الله عليه وسلم يقول إن زواج المرأة لاعتبار آخر غير الدين قد يضيعه لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين الأفضل لأن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ما استفاد المرأة بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالح هنا برضو كتير جدا من الناس بيفهم أن معنى الصلاحة يعني بتصلي وتصومه بس ما عندهاش عقلية متزنة ما عندهاش بعد نظر في إدارة الأمور ما عندهاش حنكة في إدارة مشاكل الحياة والتعامل معها هو ما أكثرها ما عندهاش مهارة تربيت الأبناء زي سيادتك متفضلت فلابد في النهاية نحن نقول الصلاحية صلاحية بمعناها الواسع ورزاك النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى قال تسروه صالحة إيه معايير الصلاحة يا رسول الله قال تسروه إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتحفظه إذا غاب في نفسها وفي ماله طيب هل إحنا بقى الإسلام وضع معايير لاختيار الزوجة ومحطش للطرف الثاني معايير يختار على أساسها بالعكس خل بالك أيها الولي للبنت هذه كريمتك النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته طيب أنا أحطها عندي من بقى عند من أزوجها لما واحد بيسأل الحسن البصري بيقول له تقدم لخطبة ابنتي رجال كثيرون فممن أزوجها قال أزوجها ممن يتق الله تعالى فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها والعنوان الرئيسي في قضية الاختيار بالنسبة لأولياء البنات حطوا لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إلا تفعله تكون فتنتهم في الأرض وفسادهم كبير الفساد الكبير ده يا سيد شريف اللي الإحصائيات بتقول لنا على النهاردة إن كل تلت فجات نتكلم عن هذا الفساد وهذه الإحصائيات لأنه ده موضوع مهم نعم بعد هذه الوقفة وهذا الفاصل أعود إلى أستاذنا دكتور ربيع أبو مع الغفير لنستكمل حديث عن هذا الموضوع الحيوي والمهم جدا والمتعلق بكل بيت مصري يبقوا معنا مشاهدين الكرام عدنا إلى حضراتكم نستكمل هذه الحلقة المهمة من برنامجنا مع الناس الثقافة الزوجية الغائبة وكيف عالج الإسلام أو المنهج الإسلامي هذه الخلافات أو المشاكل الزوجية التي لا يقلوا بيت منها بالمناسبة كما أوضح عليمنا الجليل فضلات أستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير خليني في البداية أو مجددا أسأل فضلتك عن فكرة أسباب الخلافات ثم كيف علاجها الإسلامي وتأذن لأيضا فضلتك دكتور ربيع نزولا على رغبة السادة المشاهدين هنسمح للبعض ممن يرغب في التواصل مع فضلتك عبر الهاتف التليفونات موجودة على الشاشة تقدروا تتصروا بينا أي سؤال يعيني لحضراتكم سيتفضل الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير بالرد عليه نعم نحن كنا قبل الفصل أستاذ شريف نتحدث عن أن من أسباب الخلل أو من أول أسباب الخلل اللي هو سوء الاختيار أنا مركزتش ساعة الاختيار أنني كشاب أنني أختار امرأة لا أقضي معها مجرد وقت وتنتهي للرحلة بل امرأة هي رفيقة حياة شريكة ضربة حاملة اسم مدرسة يتخرج فيها أولادي أنا لم أراعي هذا البعض ولم أفكر فيه الرجل العربي القديم كان يقول لأولاده أحسنت إليكم في حياتكم وقبل أن تولدوا قالوا طب أحسنت إلينا في حياتنا عارفينها أكلتنا وشربتنا وربتنا وكذا كيف أحسنت إلينا قبل أن تولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات أما صالحة لا تعيرون بها فأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق باد عفافها وكان حفظ ورهيم رحمة الله عليه شعر أنه يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي إذن أنا باختار مدرسة هيتخرج فيها نشأة لمستقبل الأمة ده عنصر كثير من الشباب لا يتفكر فيه الحاجة التانية إذا سوء الاختيار وإحنا قلنا الإسلام وضع معايير للرجال والنساء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه إلا تفعله تكون فتنتهم في الأرض وفسادهم كبير الفتنة والفساد الكبير ده يا سيد شريف اللي هو الإحصائيات بتطلعنا بالنهاردة أن كل ثلاث زيجات بينجح واحدة ويفشل اتنين يا خبر يعني إحنا عندنا معدل الفشل الزوج في مصر من 65 إلى 70% نعم هذه الحقيقة طب هل ده معدل للطلاق في مصر الجواب لا ليس المقصود بالفشل الطلاق هناك طلاق ظاهر ومعلن هناك صور كتير جدا من الطلاق خفية وكامنة في البيوت وغير معلنة زي إيه زي غياب السكينة المودة الرحمة البيوت مغلقة على أعداء الاداء كل واحد بيتمنى يخلص من الثاني في أي وقت وتحت أي ظرف لكن عايشين مع بعض من باب ارتكاب أخف الضررين يعني الفضايح والشكل الاجتماعي والبريستيج وكلام الناس ومشاكل المحاكم والقضايا ولا نعيش بقى في هذا الواقع المؤلم المظلم المر علشان نرب العيال وعشان كذا مع إن ده في الحقيقة بيدر الأولاد جدا 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 لأن الأولاد بيستنشقوا كراهية وحقدة فإحنا عايزين نقول إيه بقى الإسلام قال في البداية هناك معايير اخترت ضبقها ثم بعد ذلك لله قدروا لابد أن يمضيها صحيح تاني شيء يا سيد شريف اللي هو إيه ناخد أختنا صفاء تفضل للسبب التاني في الحلوث الخلل أو المشاكل نعم في بداية المشاكل سيد صفاء من القيارة تفضلي فان ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي يا سيد الصفاء احنا سعملين حضرتك أيوة فان تأزاني لنا بس طوات التلفزيون على الآخر خالص وكلمينا واسمعينا من التلفزيون من فضلك تامم وط تامم فضلي فان أنا الأول بس أحب أشكر دكتور ربيع الغفير يعني احنا بنحضر له كتير قوي قوي وهو فعلا علم موافر ومشا الله لقوات إلا بالله علي يعني ربنا يكرم ويا ربنا يكرم أنا كنت بس عايزة أسأل بخصوص الماديات الحاجة اللي هي كتير قوي بتفرق بين أي زوجين لو دخلت بينهم بطريق غير صحيح يعني ما يبقى مثلا الزوج معها فلوس وبيبخل على بيته أو الزوجة معها يعني ممكن أن هي تشيل فلوس أن هي تتحوش عشان يعني يقوله المستقبل وتبقى خايفة مثلا لو هو يعني مش يخضر بيها بس الدنيا أو يحصل أي حاجة فتشيل فلوس على جانبه مثلا لو هو مثلا يعني عنده بنات فهي مثلا تطلب منه أنه هو يكتب لها حاجة باسمها لأنه يعني مثلا بعد عمره طويل لو حصل له حاجة ما فيش ولد يمنع الأعمام أو الورثة يعني أنهم يدخلوا في الورثة فهي مثلا تطلب نوية يكتب لها حاجة فيرفض يعني هي بتبقى برضو حاسة بالضغط النفسي يعني بتبقى محتاجة برضو أن هي إيه مش محتاجة فلوس على جانبه بس بتبقى محتاجة تحس بالأمان هل ده غلط أن هي تحس بالأمان من ناحية الفلوس وكده يعني هل ده فعلا ده شفان داخل ده سؤال مهم يا أستاذ صفاء يعني وتابعينا إن شاء الله دكتور ربي يوجيب حضرتك شكرا جزيلا أستاذ إسلام تفضلي فان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل أنا بس حبيب أرحب بالشيخ ربيه ربنا نخليك يعني أحد العلماء العزاز على قلبي واللي أنا تكتبتهم في حياتي ويا رب دايما يخليه لينا ودايما كده منور حياتنا شكرا جدا 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 ربنا يخليك يا فان شكرا الأستاذ صحر من بني سويف ما فيش صحر طيب صفاء مع حفظ الألقاب أختنا يعني طرحت موضوع مهم جدا هي طبعا دي مشكلة بتقرق أو بتسبب خلل في كتير من البيوت هي إذا دخلت المادة بين الزوجين المفروض أن الرباط الروحي والوجداني هو الغالب في هذه العلاقة لكن قصة المادة إذا دخلت بين الزوجين بتخلخ الجدار الثقة الموجود في الحياة الزوجية مما يؤدي بقى إلى أن العلاقة أصبحت أشبه بالتجارة الإسلام عليك هزي يا دكتور بمعنى حضرتك الصورة اللي الأستاذ صفاء بتشير إليها أنها قال أنا من الزمن وخايفة فدائما بتلح على زوجها اكتب لي كذا اعمل لي كذا أمل لي حياتي مستقبلي بناتي عيالي لا إحنا بنقول المستقبل بياد الله سبحانه وتعالى واتركي قدر الله ينضي كما شاء الله سبحانه وتعالى وانت خلي أملك في ربنا كبير وحاول أنك أنت تقوم بحسن التباعل مع الزوج علشان الحياة تستقيم وتمشي ويبقى فيها طمأنينة وثقة وأنا بقول بقى لأمثال هذا الزوج يا أخي أنت رجل لماذا أنت قوام على المرأة لماذا ربنا سبحانه وتعالى إدى لك شرف اسمه شرف القوام على الزوجة الرجال قوامون على النساء ليه؟ بحكتين واحد بما فضل الله بعضهم على بعض لأنه ألوى للرجال عليهن درجة ودي مش عيبة ولا حاجة تاني حاجة وبما أنفقوا من أموالهم فإذا لم تنفق على مرأتك فقدت جزءا مهما جدا من أجزاء رجولتك الرجولة ليست الزكورة الرجولة إدارة البيت احتواء البيت قيادة هذه السفينة فإذا لم تقم بهذا الواجب فقدت هذه الرجولة وسقط حقك في هذه القوامة اللي هو الرجال اللي يبخلونا في الإنفاق في ضروريات الحياة على أزواجه عموما برضو في نقطة مهمة جدا إن احنا بنلاقي كتير من الرجال يا سيد الشريف بيعمل إيه مراته مثلا موظفة مراته ورسة مبلغ معين يصبح همه وشغله الشاغل منذ أن دخل هذا المال في حيازة زوجته كيف يستولع هذا المال والحقيقة ده خلل في الشخصية وخلل في الرجولة وخلل في الإنسانية وشرخ في دينك يا إخوة أمنتك ها الزوجة أو المرأة الإسلام كفل لها زمة مالية مستقلة لا يجوز التعدى عليه وعلى فكرة مش في الزوجية بس ده قبل الزوجية يعني المهر ده المهر ده تعامل خطأ كلنا الناس كلها في مصر معظمهم يقع فيه إن المهر ده بناخده مثلا نقول افرش بيتك بمهر الزوجة مش عارف يعمل إيه لا مش عايز منك ما المهر حق خالص للزوجة ولا يجوز لأحد أبدا أن يتصرف في قرش واحد منه إلا برضاها ما ينفعش أقول للزوج روح افرش بالمهر بتاع الزوج إلا بموافيتها ما ينفعش أقول مثلا المهر ده كذا فإذا المرأة ضمن لها الإسلام وكفر لها زمة مالية مستقلة لا يجوز لأحد على الإطلاق ولا زوجها إنه هو ياخد منها مال بغير حق حتى لا يكون شهر لا فضفوك يا دكتور ربيع أخونا محمد من أقصر تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعزناك بس على التفصر أحايا من الشيء تفضل معايح مراتي كده يعني كنت عايزة في يوم طروس عند أمي تخدمي يعني فطبعا هي مرضيش تروح فبيجي يحطي شدينا مع بعض فأنا أرأي وقلت له أروحي ضعي لك بالتلات فما حكمة يعني هو الأسف حاج محمد يعني إجابات قضايا الطلاق والحديث في الكلام ده ما ينفعش أبدا على الهوى وما فيش أي عالم هيجيب حضرتك أعزي الأمر يازم تتوجه إلى يعني فارع دار الإفتاء أو أحد العلماء الأجلاء في محيطك علشان بس بقى فيه تحقق من اللفظ تقال إزاي وإذا كنته تقصد إيه وأمور كثيرة جدا يعني فأنا بعتذر لحضرتك عن عدم الإجابة على هذا السؤال هنتكلم في عن السبب التاني في الخلل بعد آخر فاصل يا دكتور يعني إحنا هنطلع فاصل أخير ونرجع يعني نفسح المجال وكلنا أذان صغية للأستاذ دكتور ربيع جمع الغفير ابقوا معنا مشاهدنا الكرام ثقافة الزوجية الغائبة أسباب الخلل في العلاقات الزوجية وكيف علاجها المنهج الإسلامي أستاذنا الدكتور ربيع جمع الغفير يحدثنا عن الأسباب قبل الفاصل حدك أفضت في ذكر سبب رئيسي وهو حسن الاختيار نعم سواء للرجل أو للسيد نعم إيه تاني من الأسباب اللي يمكن يعمل المشاكل يا دكتور ربيع من الأسباب يا أستاذ شريف أن كل واحد من الزوجين في فترة الخطوبة بيعمل للتاني جو من الطموحات والتوقعات عالي جدا طبيعة مرحلة فكل واحد في الطرفين بياخد بقى بيفضل متعود بقى أو متوقع أن الحياة الزوجية الشباب بالذات واخد بقى على أن هذا هو المستوى الذي ستكون فيه العلاقة الزوجية الرومانسية الدائمة والمفرطة وهكذا بيصطدم وتتحطم هذه الطموحات على صخرة الواقع الأليمة في الاحتكاك اليومي في مسؤوليات الحياة في التعامل كثير جدا من الشباب والبنات خصوصا في سنوات الزوج الأولى خمس ست سنين كده لا يتحمل هذا الواقع اللي بعد ما كان عايش في مدينة أفلاطونية عايش أحلام أحلام أفلاطون دي بيصطدم بالواقع بيصطدم بالواقع دي مشكلة كبيرة للحياة برضو كمان الوعود اللي ما بتتحققش اعملي كذا طب أنا بعد ما نتجوز هنعمل كذا طب أنت بتعمل كذا طب أنا بعد ما نتجوز هبطل كذا الكلام ده كل الوعود دي بتعمل خلل كتير أيضا في العلاقات الزوجية لأن برضو بعد الزواج كتير من الحاجات دي لا يتحقق عندنا أسيادتك أشارت كذا مرة في الحديث عنوان جاء عجبني جدا جدا الثقافة الزوجية الغائبة الوعي الزوجي يعني الثقافة الزوجية أو الوعي الزوجي يعني كيف يكون الشاب زوجا كيف يكون رجلا الرجول حاجة والذكورة حاجة الزكورة اللي هي الجنس لكن الرجولة احتواء فكر الرجال قوامون على النساء ما قالش الزكور قوامون على الإناس ازاي البنت تبقى زوجة حسن التبع ازاي تفهم ان طريقها إلى الجنة يعني أحد أبواب الجنة المفتوحة قدامها هي رضى الزوج اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي لما واحدة عملت مظاهرة نسائية للستات فزمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله انا وفدة النساء اليك الرجال بيحجوا واحنا لأ الرجال بيجهدوا واحنا لأ الرجال بيشتغلوا واحنا لأ فقال لها ايبا قال لا اخبري من ورائك من النساء ان حسن تبعه للمرأة قيمها بحق زوجها واعترافا بحقه ان تقول له شكرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك تعبينك معانا الاعتراف الاعتراف من الطرفين يا جماعة كلمة الشكر من الزوج للزوجة والعكس لماذا لنا نتفوه بها لماذا هي غائبة ثقافة الشكر على الحاجة الكويسة ليه دايما بننتقد ونبين السلبيات وما بنقولش على الحاجة الكويسة لا ده حاجة جميلة في الطرفين فسيدنا نفسه والسلام قال للست اخبري من ورائك من النساء ان انت لما تقوم بحق زوجك وتعترف بحقه واعترافا بحقه يعدل كل ذلك يعدل الجهاد ويعدل الحج ويعدل كذا وقليل من كن تفعله يعني طبعا كفران العشير كفران العشير فاذا السقافة الزوجية او الوعي الزوجي ازاي كل واحد من الطرفين يعرف ما له وما عليه اي علاقة انسانية تنجح اذا قام كل شخص فيها بما له بما عليه ولم يقصر فيه اذا قام بما عليه لم يقصر واذا طلب ما له ولم يزد على ما له اعرف ايه اللي ليه مطلوبش اكتر منه الا عليه ما اقصرش في اداءه هل تعلم يا سيد الشريف ان هذه الثقافة الزوجية الغائبة في حياتنا النهاردة انا عايزة اديها للسادة المشاهدين في دقائق معدودة من خلال او في مرآة امرأة بدوية عاشت قبل الاسلام ب 1500 سنة هذه رسالة الاعرابية نعم يعني يا من النهارد 1500 سنة قبل الاسلام قبل الاسلام بفترة طويلة وهي تنصح ابنتها اي بنيتي احسنت وهي في ليلة الزفاف وانا اتمنى على الله وما ذلك على الله يبي عزيز ان يوضع في مصر هنا مقرر ثقافة زوجية مقرر دراسي يدرس في كل جامعات مصر يدرس في السنوية يدرس في مرحل التعليم قبل الجامعي للولاد والبنات ثقافة الزوجية او الثقافة الزوجية انا متأكد لان الموضوع ده لا يفيه ان هو يتعامل في برنامج او في حلقة او في ندوة او في دورة زي اللي بتتعامل نرده دورات اعداد ما قبل الزواج او المقبلين على الزواج ومركز القومي للبحث وعدل كبير من المراكز بيعملوا دورات للمقبلين على الزوج لكن انا شايف لو بيت مقرر دراسي محترم كده ويدرس هتبقى شيئا هايل جدا ايه بقى الست بقى البدوية اللي راح تجمع كل اهدان صغير اصلا يعني موجب جدا بيها يعني عايزة حطها على التلاجة للمدام نعم اياك اعني واسمعي يا جارة فهي الست بتقول لي بنتا في ليلة زفافة بتقول اي بنيتي ان الوصية لو تركت لفضل ادب لا تركت لذلك منك يعني انت لو انت مكتفية في الادب ولكنها تذكرة للغافل وتنبيه للجاهل اي بنيتي انك ستفارقين العش الذي فيه درجتي والبيت الذي منه خرجتي الى بيت اللي لم تعرفيه وقرين اللي لم تألا فيه فكوني له امتا يكون لك عبدا يكون لك عبدا مش زل مش انا زي زيه ندية مش هو ازاي يقول لي الندية من الاكبر المشكلات في حياتنا النهاردة الزوجية الندية انا زي زيك انت بتشتغل وانا بشتغل انت بتعمل وانا بعمل انت بتتعب وانا بتعب لا ما فيش القصة دي خالص دي من اكثر هوادم الزوجية كوني له امتا يكون لك عبدا وكوني له ارضا يكون لك سماء واحفظي له خصالا عشرا اعرفي له عشر حاجات ركز عليها ايه بقى اربطي بالعيال اربطك بالمال اصاص طيرك لا يلوف بغيرك السقافة الشوهاء بتاعتنا النهاردة اللي بتتربع عليها البنات لا اتلاقي بنياتي اول حاجة وتاني حاجة تفقد موضع عينه وانفه عينه وانفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك اللي قطي بريح يا السلام سيدنا نبقى لكده لما وصف مقومات الصلاحية في المرأة اول حاجة فيها التسره اذا نظر يعني يبقى شكلها كويس وتطيعه اذا امر فيه لين في الطباع وموافقة يبقى اذا تفقد موضع عينه وانفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك اللي قطي بريح تلاتة واربعة قالتلاقي بقى قالتلاقي احفظي وقت طعامه ومنامه امتى بياكله وامتى بينام فان الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة لما يبقى فيه مشكلة عايزين نتناقش فيها ما حبكتش هو جاي تعبان من الشغل وهيغم عليه من التعب والاعياء نأجلها سواني او ساعة لما يستريح الدنيا هتتغير تماما وبعدين قالتلاقي اشوف الفلسفة والسشريف بقى بتقول لا يا بنيتي لا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا فانك ان عصيت امره او غرت صدره وان افشيت سره لم تأمني لم تأمني غدره يا الله على الفلسفة ايه المرأة العظيمة دي لا تعصي له ده الصداقة اداب الصحبة زي ما الامام الغزاء الالف الاحياء رح مطلع عليه لو بقول لحضرتك يلا بينا انت صديقي بقول لك يلا بينا نروح مشوار لو قلت لي فين المفروض ما مشيش معك اذا قلت لصاحبك هيا فقال الى اين فلا تصحبه يبقى المفروض ان فيه موافقة المرافقة موافقة خذ العفو مني تستديم مودتي ولا تنطقي في سورتي حين اغضب اني رأيت الحب في القلب والاذى اذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب يبقى لا تعصي له امرا ولا تفشي له سرا لا تفشي له سرا ليس من حق والدتك ولا والدك ولا اخواتك ان يبقوا عارفين الحياة الزوجية مشي ازاي او صورة كربونية للحياة الزوجية في بيت اهلك هذا ليس من حقهم النهاردة بينا نعاني من شيء اوسع بقى السوشال ميديا الفيسبوك كل دقيقة في الحياة الزوجية تنشرها على صحبتها وعلى حياتها وعلى كذا هذه المشكلة الحقيقة هذا افشاء لأسرار الحياة الزوجية وبعدين تقول له يا بنيتي اياك والفرح بين يديه ان كان ترحا لو جاي مهموم او حزين ما تعملش انت فرح في البيت والحزن بين يديه ان كان فرحا ربنا كرمه فتعلي بحاجة انت ابتسمي شاركي في وجدانياته يا بنيتي واعلمي انك لن تبلغي منهما تريدين حتى تؤسري رضاه على رضاك وهواه على هواك والله يخير لك والسلام هذه وصايا عربية لابنتها قبل 1500 سنة قبل الاسلام هذه الوصايا الفترة والحين هي التي صنعت البيوت وهي التي رفعت دعائم بيوت قوية ومجتمعات متماسكة مش احنا نقلب الازواج على بعض طيب انا متخوف ان بعض اخواتنا الفضلات ولك هو كل حاجة الست هي يضر عليها بالضبط كده بالضبط وللأسف الوقت ادركنا نعم والموضوع في غاية الاهمية الوقت ضيق والكلام مشاير فتأذن لفضلتك نعم أن نواصل الحديث عن هذا الموضوع في حلقة اسبوع القادر ان شاء الله يعني سنبقى نتحدث عن الثقافة الزوجية الغائبة والمنهج الاسلامي في علاج لمشكلات الزوجية ان شاء الله في الاسبوع المقبل لو كان في العمر بإذن الله والشكر جزيل وموصول لفضلتك أستاذنا بطور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر أسعدنا يعني وأتحفنا إن صح التعبير بهذه الحلقة وبهذا الكلم الطيب سنستكمله مع حضراتكم في الاسبوع المقبل إن شاء الله مشاهدين الكرام الشكر لحضراتكم أيضا جزيل وموصول وإلى اللقاء المترجم للقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة